وفي مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة أقامت القنصلية العامة لمملكة البحرين في المدينة حفل استقبال بمناسبة احتفال مملكة البحرين بأعيادها الوطنية وبهذه المناسبة رفع سعادة السيد إبراهيم محمد المسلماني القنصل العام لمملكة البحرين في جدة أسمى آيات التهاني والتبركات إلى جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه واسمه رئيس الوزراء واسمه ولي العهد وقد حضر الحفل مدير عام فرعي وزارة الخارجية بمنطقة مكة المكرمة الذي قدم تهاني المملكة العربية السعودية الشقيقة بهذه المناسبة متمنيا لمملكة البحرين وشعبها مزيدا من التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى كما حضر الحفل القناصل العامين لدول مجلس التعاون الخارجي والعرب والدول الشقيقة والصديقة وكبار المسؤولين المدنيين والعسكريين ورجال المال والأعمال والصحافة بالإضافة إلى أبناء مملكة البحرين المقيمين في المنطقة الغربية وجمع غفير من الشخصيات الهامة وتمنى الحضور لمملكة البحرين حكومة وشعبا دوما التقدم والازدهار مشيدين بما وصلت إليه المملكة من نهضة شاملة وتقدم حضاري وعمراني في المجالات كافة حيث أصبحت أنموذجا يحتذا على مستوى المنطقة